السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل متابعي ومشتركي قناة اجيل اندلوس من صفحة الدكتور طارق شوئي شخصيا بيان صحفي بخصوص مدارس متفوقين في العلوم والتكنولوجيا استكمال الجهود طبعا لبزيتها الوزارة عشان تحافظ على الدولة وتحافظ على ولادنا وعشان كده احنا قلنا الصحة دايما اهم من التعليم اصدر الدكتور طارق شوئي شخصية تربية التعليم قرار بشأن امتحانيات الطلاب بمدارس متفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالنسبة لطلاب صف الثالث السنوي بمدارس الستام او العلوم والتكنولوجيا يتم امتحانهم وفقا للجدول المعلن وتحسب اعمال السنة والعمل والمشاريع مثل ما حصل عليه الطالب في الفصل الدراسي الاول تمام اما بالنسبة لطلاب الصفين الاول والثاني السنوي بمدارس المتفوقين خلي بالك اللي في العلوم والتكنولوجيا يتم اعتماد نتيجة الكابستون اللي هو المشروع الخاص بالفصل الدراسي الاول للفصل الدراسي الثاني ويؤدي امتحان نهاية العام الكترونيا سواتا بزميلهم في التعليم العام ده كان قرار لسه من اربع دقايق حالا للدكتور طارق شوقي هتلاقوا القرار ده كله على صف الدكتور طارق شوقي عشان كده اول باول زي ما عودناكم وكل جديد واكيد على الحالة التعليمية في مصر اي حالة تخص التعليمية في مصر عندك في قناة اجيال الاندلس في امان الله